فعلي رضي الله تعالى عنه أول ما تزوج فاطمة طبعا علي رضي الله عنه في أول الإسلام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة قبل أن تتوسع الأمة الإسلامية والبلدان الإسلامية كان عندهم فقر شديد فعلي رضي الله عنه جمع شوية مهر وتزوج به فاطمة فكانت فاطمة تتعب في البيت تشتغل وتكنس وتطبخ وتغسل في البيت وتشتغل كثير فكانت تتعب جاء علي يوم من الأيام إليها قال يا فاطمة قالت نعم قال ألا تريدين خادما قالت له والله أتمنى خادم لكن أنت عندك فلوس تعطيني خادم ما عندك شيء يعني أصلا عندك شيء تشتري لي خادم في تلك الأثناء كان مجموعة من الكفار جاءوا وغزوا المدينة وقاتلوا بعض الصحابة وهربوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم من قاتلهم ثم قاتل المقاتلين وجاء بسبي النساء والصبيان وكذا وهؤلاء إذا اعتدوا على المسلمين يكون لهم حكم السبايا فقال لها خذي من النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من هذا السبي تساعدك في بيتك قالت فاطمة والله فكرة صلت الفجر وعلى طول فاطمة على بيت النبي عليه الصلاة والسلام طرقت الباب فتحت عائشة ماذا تريدين يا فاطمة قالت والله أريد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدين منه قالت والله أنا أتعب في البيت وشغل البيت وكذا وأريد خادم تأتي وتساعدني في البيت قالت عائشة والله النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود الآن لكن إذا جاء أنا أخبره رجع النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل أول ما جاء داخل إلى البيت ومتعب تعب شديد ويريد أنه يرتاح قالت عائشة يا رسول الله قال نعم قالت قد كانت هاهنا فاطمة تعجب النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة طيب ما الذي جاء بها فاطمة لسه متزوجة قبل كم يوم وجاي إلى بيت أبيها يمكن في مشكلة بينه وبين زوجها يمكن في قضية غريبة يعني أنها واحدة من زوجة وبعد أربع خمس أيام أو أسبوع جاي عند أبيها بعد الفجر غريب قال ما تريد فاطمة قالت قد سمعت أنه جاء كسبي فجاءت تريد منه خاتما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم انظروا يا جماعة إلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ببناته وأولاده ما قال الموضوع خلاص غدا الصباح أنا أشوف موضوعها ولا ألتقي بعلي في صلاة الفجر وأتفاهم أنا وياه لا لا خرج من لحظته بالليل إلى بيت ابنته فاطمة يقضي لها حاجتها شب الله عليكم يا جماعة الاهتمام بالأبناء لو اهتم اليوم كثير من الآباء ببناتهم وأولادهم لما وقع عندنا هذا الفساد كما جاءك واحد من هالشباب هذا واقع في مخدرات ولا بنت واقع في فاحشة ولا تقبض عليها الشرطة في مكان فيه منكرات وفواحش ولا فيه مخدرات ولا غيرها بسبب كثير من الأباء في الحقيقة يهم الأولادهم ألمهم النبي صلى الله عليه وسلم على طول في نفس الليلة خرج وذهب طرق الباب على علي وفاطمة وكان قد التحف بلحافهما بينامان يعني بالليل قال علي من بالباب والنبي صلى الله عليه وسلم يطرق قال من بالباب قال أنا محمد أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا رسلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب ودخل وجلس هي كل دقيقتين وهو طالع دخل صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة قالت لبيك يا أبي قال جئتيني اليوم قالت نعم قال ما تريدين هو يبغي يسمع منها قالت أنا أتعب من شغل البيت صراحة والكنس والطبخ والنفخ أتعب صراحة وأريد خادما طيب من أخبرك أن جاء أنا سبي طبعا اللي أخبرها من علي رضي الله عنه لكن علي ساكت ما اشتخلني هي البنت تتفاهم مع أبيها قالت أنا أتعب قد بلغني أنه جاء كسبي وأنا أريد خادم من هذا السبي فقال عليه الصلاة والسلام نظر إليها ونظر إلى علي فإذا هذه ابنته وبضعة منه ويحبها حبا عظيما وسيدة نساء أهل الجنة وهذا علي أول من أسلم من الغلمان وابن عمه متربي في بيته كأنه واحد من أولاده يعني هذه لها قيمة وهذا له قيمة بالنسبة له يختلف عن بقية الناس فقال لهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم خير لكما من خادم قال علي نعم يا الله تعطينا أحسن من خادم قال نعم قالت فاطمة نعم إيش عطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ها من يدري يا شباب دلهم على ماذا ها خذ الميكروفون خلنا نسمعك إيش قال تسبيح الله الثلاثة وثلاثين أحسن تسبيح الله الثلاثة وثلاثين تحميد الله الثلاثين ثلاث ثلاثين وتكبير الله أربعا وثلاثين أربعا وثلاثين شف سبحان الله دلهم على تسبيح وتهليل قال إذا أخذتم مضاجعكما إذا أنت يا فاطمة تبغي أنت صنع قوية ولا تتعبي من شغل البيت أنت الآن تريدين خادم لأنك تتعبي من الكنس والطبخ والنفخ صح صح طيب أنا أعطيك شيء أخلي التعب هذا كله يروح ما هو الشيء قال إذا أخذتم مضاجعكما أنت حطيت رأسك وتنامين وأنت وضعت رأسك لأجل أن تنام لا تنام هكذا بس على طول نوم لا المسلم بينه وبين بقية البشر اختلاف عنده ذكر وتسبيح وعنده آداب معينة للنوم ليس فقط مثل بقية البشر يأكل وينام وينكح ويشرب ويروح ويجي لا لا يختلف في طباعك عندك آداب إسلامية شرعية لابد أن تلتزم بها فقال صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم مضاجعكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين سبحان الله ثلاث ثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله كم أربعا وثلاثين كم يطلع المجموع مية قال فإن ذلك خير لكما من خادم والله هذا إذا سويت أحسن من الخادم علي فاطمة ما إحنا من زمان نسبح طيب التفت عني إلى فاطمة وهي التفت إلي فقال يا رسول الله والخادم إحنا بنسبح نهلل ما هي مشكلة بس تعطينا خادم ولهنا هو الخادم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أما الخادم فلا لا والله لا أعطيك خادما وأدعوا أصحاب الصفة تطوي بطونه من الجول أصحاب الصفة هم قوم فقراء كانوا يسلمون يدخلون في الإسلام فإذا دخلوا في الإسلام جاءوا إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا هو لما يسلم ما يقدر يرجع إلى أهله ليش ليش كفار أهله يقتلونه على طول ولا في المدينة شقق مفروشة ولا فنادق يروح يجلس فيها والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم فلوس يبني لهم ضيافة ثلاثة أربع بيوض ضيافة للمسلمين الجدد فكان يتورطون فعلا إذا جاءوا إلى المدينة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم يجلسون في المسجد يتركهم يجلسون خمسة عشر خمسة عشر عشرين فلما كثر عددهم وصار الصحابة يأتون إلى المسجد ما يجد مكان ما هو المسجد مليان ناس مثل لما يأتي رمضان ويمتلأ المسجد بمن؟ بالمعتكفين فلما تدخل تجد هنا فرش وهنا ناس نايمين وهنا مكان للأكل وهنا ملابس وهنا لكن المسألة تمشي في رمضان كلها عشر أيام خمسة عشر يوم عادة يعتكفون العشر الأواخر أو نحوها وينتهي لكن هذا طوال السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش عمل؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عريشا يعني مثل سعف النخل وجعله عليه الصلاة والسلام بجانب المسجد جعل لهم صفة يعني جعل لهم مثل المظلة بجانب المسجد فكانوا يجلسون فيها هذه الصفة التي كانوا يجلسون فيها ما في أحد يطعمهم فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءته صدقة لو واحد جاء مثلا بشات صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم يوزعها زي ما يريد أو جاء إليه بقمح أو شعير أو خبز هذه رسول الله وزع زي ما تبغى فكان النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يهديها إليهم يرسلها إليهم وعددهم كان كبيرا يصل إلى سبعين أحيانا يصل إلى ألف كثير جدا بحسب توسع الإسلام أو قلة فيقول صلى الله عليه وسلم الخدم هؤلاء أبيعهم وأدعوا طعامه وأدعوا قيمتهم في طعام أشتريه أطعم بها أصحاب الصفة طيب إيش تأثير هذا الذكر يا جماعة على علي وفاطمة يقول علي رضي الله عنه فلزمت هذا الذكر فوالله ما تركته أبدا أبدا أنت سمعته عمرك عشرون سنة والآن أنت تحدث في هذا الحديث عمرك ثمانون قال والله ما تركته أبدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في واحد جالس استغرب قال يا أمير المؤمنين قال نعم قال ولا ليلة صفين ليلة صفين هذه ليلة كان فيها معركة بين علي رضي الله عنه وبين بعض الصحابة فاشتد القتال وكانت جرة العادة عندهم أن القتال يستمر إلى غروب الشمس حتى في الجاهلية هكذا النظام في القتال إلى غروب الشمس ثم كل ناس يرجعون إلى مكانهم فإذا أصبح الصبح وطلعت الشمس بدأ القتال مرة ثانية تلك الليلة ما وقفه القتال طوال الليل شغالين فكان الناس يعني متعبين يريدون أن يناموا فإذا أراد الواحد ينام أخذ سيفه وضعه على الأرض واتكأ برأسه قليلا عليه فيقول لهذا الرجل أنت ولا ليلة تركت الذكر قال نعم ولا ليلة قال حتى في ليلة صفين وأنت أثناء القتال لما نعست قليلا برضو قلت هذا الذكر قال والله ولا لي في ليلة صفين حتى في ليلة صفين حرصت أني أقول هذا الذكر قبل أن يغلبني النوم فالمقصود من هذا يا شباب أن الإنسان إذا استطاع أنه يحافظ على هذا الذكر دائما صباحا ومساءا عند نومه عند أكله قبل الطعام وبعد الطعام قبل دخول الخلاء وبعد دخول الخلاء قبل نومه وبعد نومه قبل دخول بيته وعند خروجه منه قبل دخول المسجد وبعد خروجه من المسجد لاحظ إذا كان الإنسان محافظا عليه صار في الحقيقة وعلاقته برب العالم